تعرف على الغرض الحقيقي من هذه الأشياء السلام عليكم متابعين الأعزاء نستخدم عدداً لا نهائياً من الأشياء المنزلية التي تسهل علينا حياتنا ونظن أننا نعلم كل شيء عنها لأننا نستخدمها منذ زمن طويل ولكن لا يعد هذا حقيقياً دوماً لأن هناك أشياء تخبئ وراءها أسراراً كثيرة لا نعلم عنها شيء لذا سنشاهد اليوم 13 شيئاً لا نعرف الغرض الحقيقي منهم ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تضغطوا إعجاب على الفيديو وأن تتابعوا قناتنا وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد أولاً الفتحة الموجودة بجانب الحوض نعلم جميعنا الغرض الأساسية من الفتحة الموجودة بقاع الحوض ألا وهو سحب المياه إلى المجاري وملء الحوض بالمياه لتوفير استهلاك المياه الجارية ولكن هل فكرت ذات مرة في الغرض من الفتحة الموجودة بجانب الحوض؟ حسناً تم تصميم هذه الفتحة في الأساس لكي تحميك وتحمي شقتك من الغرق فمن الممكن أن تشغل الصنبور وتلتهي في أي شيء آخر لتظل المياه مفتوحة وهنا يأتي دور تلك الفتحة لأنها تسحب المياه الزائدة إلى المجاري أيضاً ولكي تحافظ على منزلك من الغرق ولكي توفر استهلاكك للمياه عليك أن تتأكد من غلق كفة الصنابير بالمنزل قبل النوم أو الرحيل كما يجب عليك أيضاً أن تصلح كافة الصنابير التي تسرب المياه حتى بعد قفلها وإذا كنت لا تهتم باستهلاك المياه فعلى الأقل اهتم بأموالك التي ستوفرها عندما تقلل نسبة المياه التي تستخدمها ثانياً الجيب الثالث في المعطف تم اختراع الجيوب لأول مرة في السراول الجينز التي تواجدت منذ سنوات طويلة وقد كان الغرض منها حفظ الأشياء الصغيرة داخل ملبسك وفيما بعد تم صنع الجيب الثالث في المعاطف الجينز أو العادية فقد اطلق عليها في البداية جيوب التذاكر لأن الناس كانوا يستخدمونها لوضع التذاكر المختلفة المتواجدة معهم ولكن اليوم اقترح خبراء الموضان تضع فيها منادل قيمة وذو منظر جذاب لكي تكمل أناقة الملابس ثالثاً العلامات الملونة في الإطارات إذا كنت تمتلك سيارة فعلى الأغلب أنك قد رأيت العلامات الملونة في الإطارات وقد تعتقد أنها خطأ في المصنع يجب تقديم شكوى حياله ولكن في الحقيقة تعبر هذه العلامات عن نوع الإطار وحجمه وبيانات أخرى تخصه ربما لا تتم بمثل هذه المعلومات ولكن خبراء السيارات والميكانيكيين يهتمون بمثل هذه الأمور لكي يعرفوا النوع الذي يتعاملون معه وغداً وجدت في إطارك علامة بيضاء فهذا يعني أنه قد مر بكافة الاختبالات الخاصة ببحث جودة المنتج ومدى سلامته رابعاً دفتر السلك يستخدم طلاب المدارس والجامعات عدداً كبيراً جداً من دفاتر السلك وذلك لسهولة تعامل معها أكثر من الدفاتر الأخرى ولكنك لن تصدق الغرض الأساسي الذي تم صنع تلك الدفاتر من أجله قديماً كان السكان معانون من غزو الفئران على منازلهم وبالتالي فساد دفاترهم وأعمالهم لذلك قرروا أن يصنعوها بسلك ملتف لكي لا يتمكن الفئران من تقطيعهم خامساً الفتحات في سماعات الأذن هل تعرف السبب وراء امتلاك سماعات الايفون أربع مخارج صوتية؟ حسناً عليك أن تعرف في البداية أن الصوت يخرج من ثقب صغير بسماعة على هيئة ذبذبات يترجمها المخ كصوت ولكن المشكلة في سماعات الأذن أنها تسبب ضغطاً كبيراً على الأذن الوسطى لذا قامت الايفون بابتكار هذه الفتحات لتسمح للهواء بالخروج وبالتالي تخفيف الضغط على الأذن لتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بضغط الصوت سادساً القطع الموجودة أسفل المن تتميز مؤسسة وايكيا بصنع كل الأغراض المنزلية لكي تضمن لعملائها حياة هنئة ولكن ما نتعجب منه هو صناعتها لهذه الكؤوس بهذا الجزء الناقص فقد صرح المصممون لهذه المنتجات أن هذه الفتحة مخصصة لصرف كافة المياه المتبقية من الغسيل يبدو الأمر مذهجاً أليس كذلك؟ سابعاً هاينز ورقم 57 يتواجد كاتشوب هاينز في كل مكان بداية من المحلات التجارية وحتى أكبر المطاعم المشهورة حول العالم ولكن يعرف عدد قليل جداً من الناس السر وراء رقم 57 المكتوب على كل الزجاجات يرجع السر إلى بداية إنتاج هذه الصلصة مذهشة عندما قرر هنري أن يكتب على عبواته عدد المنتجات الذي تنتجها الشركة وقد وصل عدد المنتجات التي تم إنتاجها في عاده إلى 57 منتج وبالرغم من أن الشركة قد أنتجت أكثر من ذلك فيما بعد ولكنها قررت الاحتفاظ بهذا الرقم كاعتباره رقم الحظ الخاص بالشركة الذي أدى إلى نجاحها بهذا الشكل ثامناً الخطوط في المقابس هل لاحظت ذات مرة وجود خطوط غريبة في مقابس سماعات الأذن الخاصة بهاتفك؟ وأحياناً تجد خطين أو ثلاثة في المقبس الواحد وهي لا تتعلق بالأمان أو سلامة السماعات وإنما تتعلق بالأسلاك الموصلة في السماعة فإذا كانت السماعة محتوية على مخرجين للأذن فقط فستحتوي على خطين أما إذا كانت تحتوي على سماعتين ومايكروفون فستجدها تجتمل على ثلاثة خطوط تاسعاً الفتحة الموجودة بأسفل القفل هل تنتبه إلى فتحة موجودة بأسفل القفل؟ إذا كنت لا تعرف الغرض منها فيجب أن أخبرك بأنها مصممة هكذا لتحمي القفل من الصدى وفي بعض الأحيان تكون هذه الفتحة مفيدة جداً في إضافة الزيت بها لكي يلين القفل عشراً شماعات خشب الأرز هناك نواع مختلفة ومتعددة من الشماعات التي تصنع من المعدن أو البلاستيك أو خشب الأرز وعلى رغم من أن البلاستيك أو المعدن أقل سعراً من الخشب إلا أن خشب الأرز يطرد الحشرات التي قد تمكث على الملابس بشكل فعال جداً لذا من الأفضل لكم جميعاً أن تستخدموا الشماعات الخشبية لكي تحموا ملابسكم على المدى الطويل من المؤكد أننا نرغب في الاسترخاء بالحمام عند الاستحمام بعد يوم طويل من العمل الشاق كما أن تواجد رغوة الحمام يجعل هذه التجربة أفضل بكثير ولكن الدراسات أثبتت أن هذه الرغوة لا تعمل على زيادة استرخائك فقط وإنما تساعد في الحفاظ على درجة حرارة المياه الساخنة لأطول فترة ممكنة للفصل بين المياه وبين الهواء الخارجي في البداية كنا نظن أن الفتحات الموجودة في أيدي أوان الطهي غير مفيدة على الإطلاق ولكن هذا غير صحيح إذ أنها مصنوعة لغرض مهم وضروري لأي امرأة تريد الحفاظ على نظافة مطبخها حيث أنها مصنوعة لتوضع بها الملعقة المتسخة بالتقليب لكي لا تسبب اتساخا على الموقد أو رخامة المطبخ لماذا يحتاج راكبي سيارات إلى مخدات المقاعد التي توضع عليها الرأس؟ في الحقيقة كان الغرض الأساسي من صنع هذه الكماليات بالسيارة هو حماية الراكبين عند الاستضامات وفي معظم الأحيان تكون قابلة للنزع والتركيب وذلك أيضا لسهولة استخدامها أو استخدام المعدن المرفق بها في كسر زجاج السيارة بالمواقف الطارئة مثل الحوادث والغرق بالمياه ولكننا نتمنى أن لا تحتاج لمثل هذا الغرض طوال حياتك أتمنى أن يكون الفيديو قد عجبكم أراكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة